إذا اتفقت المرأة مع زوجها على عدم الإنقاذ باستعمال حبوب من العمل فما حكم ذلك؟ استعمال حبوب هذا على كل حال فيه تفصيل إن دعت له الحاجة لأن الزوجة تحيل هذا على هذا ويضرها ذلك فلا فأس باستعمال الحبوب مع العناية بعدم ضررها ويكون ذلك عن إخلاف طبيب وعن معرفة فتعاطى من ذلك ما يحتاج إليه حتى ينظم مدة كسنة أو سنتين أكثر ثم تدعو الحبوب حتى تحمل وحتى تنتمعها وزوجها والمسلمون فلا ينبغي أن تكون الحبوب مستمرة بل لقد بعض الحاجة فقر أو لكونها مريضة يضرها الحمل إذا حملت لا تلد بعمليات ومضرة فتأخذ الحب لأجل هذه المضرة العظيمة أو لأسباب أخرى شرعية أما اتيادها مطلقا فلا ينبغي ذلك بل هذا يضر مجتمع ويضر الحجبة التي فيه في أنها الله جل وعلا على نساء رسول محمد صلى الله عليه وسلم في الحاجة على الاستكتام من الأولاد لتكتر الأمة فإن الكفار والمسكين يحبون أن يكثر هذا في الناس يحبون أن يكثر فيهم ساعات الحبوب حتى يقل لسهم مسلمين وحتى يقل عددهم وحتى يكثر عدد أعدائهم هذا مطلوب الكفار فلا ينبغي المسلم أن يحقق طلبات الكفار باستمال هذه الحبوب التي فيه تكتب تضر مجتمع وتقلل النسل وتقلل أمة المسلمين الله مستعلم